نظمت محافظة العاصمة وأمالة العاصمة احتفالا جماهيريا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وقال معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظه محافظة العاصمة في كلمة له خلال الاحتفالية إن تنظيم هذا الاحتفال الوطني يأتي في إطار تبني المبادرات والفعاليات التي تسهم في ترسيخ الحس الوطني لدى جميع من يعيش على أرض مملكة البحرين بما يعكس لوحة جميلة تترجم أرقى مشاعر الانتماء الوطني والاعتزاز بكافة المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة وشد معالي المحافظ بدعم ومساندة الجهات الحكومية والخاصة تعزيزا لدورها الوطني للشراكة المجتمعية بما يتناسب مع خططها الطموحة في خدمة المجتمع وضمن الاحتفال الجماهيري الذي أقامته محافظة العاصمة وأمانة العاصمة وشهد حضورا جماهيريا كبيرة زاد سماء المنامة بعروض طائرات الدرون الضوئية التي رسمت مجموعة من الشعارات الوطنية والكلمات التي عبرت عن حب الوطن وقدمت أداء فنيا مميزا في سماء منطقة خليج البحرين وصاحب الطائرات عروض الليزر التي أبرزت جمالية اللوحات الفنية كما قدمت فرقة الأمن العام الموسيقية لوزارة الداخلية عرضا للجماهير الحاضرة أرفع أسماء آيات تهاني وتبركات لجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله بهذه المناسبة الطيبة يعني اليوم محافظة العاصمة شاركت من ضمن الاحتفالات العديدة التي تشهدها مملكة البحرين خلال الاحتفالات بعيادها الوطنية المجيدة أتمنى أن قدمنا شي جديد وشي مميز دائما نسعى نقدم شي يكون في رضا المشاهدين وكل الراغبين بالحضور شخصيا للمشاهدة فأتمنى أن تكون الفعلية مناسبة وكل تمنياتنا بكل الخير للبحرين إن شاء الله طبعا هذه المناسبة مناسبة سعيدة على الكل ونحن في مجلس أمانة العاصمة من أعضاء ومن تسبين نهنئ القيادة الرشيدة والحكومة والموقرة والمواطنين والمقيمين بهذه المناسبة السعيدة أهد الله علينا بالخير والصحة والسلام ونحن مملكة التعايش والسلام والازدهار وتطور إن شاء الله والنمو إلى الجميع